هذا وحافظت مملكة البحرين على مكانتها الدولية في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص منفردة بتحقيق الفئة الأولى للعام السابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يعد أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال للمرة السابعة على التوالي ومملكة البحرين تتصدر قائمة الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً لما أعلن عنه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص هذا الإنجاز الدولي يأتي ترجمة للرؤية الملكية الثاقبة من لدن جلالة الملك المعظم وسمو وليل عهد رئيس مجلس الوزراء في إطار احترام حقوق الإنسان الذي يعد جزءاً أساسياً من ثقافة البحرين واستراتيجيتها في تعزيز دولة المؤسسات والقانون مملكة البحرين بذلت جهوداً كبيرة في ملف حقوق الإنسان من خلال تأسيس البنية المؤسسية بين مختلف الجهات الحكومية عبر منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهيئة الأرضية الصلبة في الجوانب التشريعية والإجرائية التي توفر الوقاية والحماية والعدالة والإنصاف لجميع أطراف العمل دون تمييز والتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل بإطر قانونية سليمة كما تحرص المملكة بصورة مستمرة على رفع نسبة الوعي بجريمة الإتجار بالأشخاص على المستويين المحلي والإقليمي من خلال الدورات والبرامج التريبية إلى جانب تطوير حزمة من الإجراءات الوقائية التي تعزز حماية العمالة الوافدة والتصدي للعمل الجبري ومختلف صور الإتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة الإدارية في رفع الدعاوى المدنية للعمالة المسجلة لدى مراكز تسجيل العمالة المعتمدة مملكة البحرين تواصل إنجازاتها الحقوقية والإنسانية الرائدة انسجاما مع قيمها التاريخية وثوابتها الدستورية في صون حقوق الإنسان وكرامته وتعزيزها على أسس من الاحترام والمساواة والعدالة ترجمة نانسي قنقر